كشف وزير الدفاع الإسرائيلي موشي عالون أن سلطات الاحتلال تعرف هوية قتلة عائلة الدوابشة الفلسطينية وأضاف عالون أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة متطرفين إسرائيليين لكن إسرائيل ستكتفي باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة بثريعة أن ذلك سيؤثر على مجريات التحقيق في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات عالون مؤشرا على حجم الاستهتار الرسمي الإسرائيلي بالدم الفلسطينية موقف مشاب عبرت عنه القائمة العربية المشتركة في الكنيسة الإسرائيلي على لسان النائب طلب أبو عرار الذي طالب بالكشف عن هوية قتلة أسرة الدوابشة وإنزال أقصى العقوبات بهم